نتكلم على 11 يوم من التصعيد المستمر عاوز أقول لكم أن كل طفل في غزة ومش بس غزة في فلسطين النهاردة بيحس بإحساس من الوجع والقهر والظلم ده بخلاف الإزاء البدني والنفسي طبعا والصحي اللي واقع عليهم عشان كده مصر رسالتها واضحة وقوية ورسالة بتقول اللي هي قضيتكم قضيتنا لن ننساكم أبدا ولن نتخلى على هذه القضية ويمكن ده كان باين وظاهر جدا في التطورات والاتصالات اللي بتستمر على الصعيدين سواء كان الإقليمي أو الدولي كل يوم بخصوص العدوان على قطاع غزة والجهود المصرية المكثفة لإحتواء الموقف ووقف التصعيد ضد أهالينا في فلسطين يمكن مبارح تبعنا أخبار عن استجابة وتلبية يعني للدعوة اللي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماع مجلس الأمن القومي بانعقاد قمة قمة السلام هتكون يوم السبت القادم بمشيئة المولى عز وجل علشان خاطر تبحث يعني الاعتداء من العدوان الغاشم على الفلسطينيين العزل وطرق حل هذه الأزمة والتخفيف منها ويمكن عارفين أن الثوابت المصرية بتقول أن طريقة الحل هي واحدة لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين ويمكن الاستجابة السريعة دي بتعكس الثقة الكبيرة في القيادة المصرية ودور مصر البارز في تعزيز السلام ودعم الشعب الفلسطيني لأنه زي ما احنا قلنا هي دي قضيتنا وهي دي القضية الأولوية لنا يعني أبدا الظهر وستستمر كذلك حتى نصل إلى حل وهو حل الدولتين أكيد يحمد حجم الاستجابات الدولية لدعوة سيادة الرئيس السيسي لعقد القمة هي شهادة ثقة في رؤية مصر كونها بتحمل مفاتيح حل الأزمة وطبعا دليل على نجاح الدولة المصرية في المصار اللي خضته مع كافة الدول لرفض العدوان على أهلنا في فلسطين أعتقد أن القمة دي حتكون فرصة مهمة لقادة العالم عشان يتجمعه وعشان يحصل تعزيز للحوار ويحصل تعزيز للتعاون بهدف أن يحصل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ووقف بقى العنف الشديد والعدوان الغاشم اللي بيحصل على أهلنا في فلسطين تنتم تولي تعزيز الأمن والاستقرار والسلام ويمكن اللي بيحصل ده هو يتنافى تماما مع مبادئ حول إنسان العالمية اللي لا طالما صدعتنا بها هذه الدول تحديدا لكن اكتشفنا في الحقيقة وده كان يمكن يعني رؤى العين تحديدا فكرة إن لو جه حول إنسان على هذه الدول العظمى بيبقى الوضع مختلف وبتكيل بمكيالين لكن في الحقيقة مصر ما بتكيلش بمكيالين أبدا مصر عندها مبادئ واضحة في حقوق الإنسان وهو توفير يعني أبسط حقوق العيش والأمن والسلام لكل المواطنين وهو الأمر اللي بينعكس وبنطالب به لإخوتنا وأشقائنا في قطاع غزة أو في فلسطين ككله ويمكن في الحقيقة مصر بتقود تحرك دولي تحرك دبلوماسي وشعبي كمان في منتهى الأهمية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتوصل لحل جذري للأزمة وده طبعا وفقا لمقررات الشرعية الدولية وأعتقد أن قمة القاهرة للسلام اللي هتعقد يوم السبت اللي كلمت حضراتكم عليها هينتج عنها مخرجات غاية في الأهمية لوقف التصعيد من قبل قوات الاحتلال وكمان دعم حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وإقرار مصيره قمة في غاية الأهمية التلبية والاستجابة من الدول الكثيرة بيؤكد أن لا بد أن يكون فيه انفراجة لهذه الأزمة إن شاء الله نتعشم قريبا قمة القاهرة للسلام هي خطوة مهمة جدا دعت لها الدولة المصرية انطلاقا من دورها التاريخي وعقدتها الرسخة والسبتة بأن قضية فلسطين هي قضية العرب الأولى مصر لن تتخلى عن حماية الشعب الفلسطيني أبدا مصر لن تتخلى عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة النهاردة على مدار الحلقة هنكلم عن دور مصر في إيصال المساعدات لأهلينا في غزة وكمان خطور التأخير هذه المساعدات والمواد الإعاشية والمواد الطبية والمستلقات الطبية وأهميتها والنقص الشديد اللي بتعاني منه أهلينا في غزة بكل الحاجات اللي اتكلمنا عليها صبح على حضراتكم صباحكم زي الفل صباح الخير يا مصر شكرا لكم